بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيل السلام عليك يا ابن فاقمة سيدة نساء العالم السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتو السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماء على جميع أهل السماء فلعن الله أمة نسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة ندفعتكم من مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن عشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمان وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروههم ولعن الله بني من يتقاطبه ولعن الله ممرجانه ولعن الله مربن سا ولعن الله شمره ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل هو الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصو من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجياً بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراعة ممن قاتلك ونصب لك الحر وبالبراعة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراعة من أدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراعة من أشياعهم وأتباعهم جميع إني سلم لمن وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراعة من أدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخر وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخر وأسألوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منه وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة معظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والهد اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالوا منك صلوات ورحمة ومغفة اللهم اجعل محياي محياه محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إنا ذا يوم تبركت به بنومي وابن آكلة لك وابن آكلة لك بعد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم على نبا سفياه وماويته ويزيد ابن ماوية عليهم من كلانة أبدا لابدين وهذا يوم فرحت به آل زيان وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه وآله اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم أني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليك وبالمعلاة لنبيك وآل نبيك عليه وآله السلام اللهم العنى ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع الأولى ذلك اللهم لعنى الإصابة التي جادت الحسين وشاعت وبايعت وتابعت على قتل اللهم لعنى الإصابة التي جدت الحسين السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيه وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتك جميعا السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولادين وعلى أصحاب الحسين مات مرنا اللهم قص عن تول ظالم باللعن مني وابدا بي أولا ثم العنى الثانية والثالثة ورابعا اللهم العنى يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعى وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجود لله اللهم لك الحمد عمد الشاكرين لك على أمصابه الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاة الحسين يوما يوم وثبتني قدم صدقا عندك ما الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مواجهوا دون الحسين عليه السلام اللهم 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 اللهم